بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات طلبة التعليم الفني أهلا ومرحبا بكم طلبة التعليم الصناعي قسم أعمال الخرصانة أو تكنولوجيا أعمال الخرصانة يعني الصف الثاني حلقتنا النهاردة بتتكلم عن الشدات الخشبية أعلى الأساسات طبعا أنت راجل في سنة تانية واشتغلنا مع بعض السنين السنة اللي فاتت الشدات الخشبية للأساسات السنة دي طبعا انت جبرت وبقيت راجل يعني خلاص عملنا الأساسات بتاعتنا وعرفنا نظامها إيه السنة اللي فاتت السنة دي احنا بنشتغل بقى شغلنا كله بداية من أعلى الأساسات بعد ما بنينا وبعد ما ردمنا وبعد ما زبطنا الدنيا بتاعتنا كلها فشدات الخشبية دي لأعلى الأساسات بتبدأ من الأعمدة والحلقة اللي فاتت اشتغلنا مع بعض الأعمدة المربعة والأعمدة المستطيلة وعرفنا ازاي بقى أبدأ اشتغلها وعرفنا ازاي ايه الخامات المستخدمة في النجارة أو نجار المسلح بيستخدمها وعرفنا ايه هي العدد المستخدمة بتاعتي للنجار المسلح بيشتغل بيها اللي هي المطرقة والميزان المية وميزان الخيط وكل شغلنا طبعا ابتدينا نعرف عدتنا من السنة اللي فاتت بنتكلم فيها ومن السنة اللي فاتت بنشتغل فيها وما ينفعش ان احنا نأثر فيها اي همس طبعا عندي في الموضوع دو بيبقى انت لو تصورت وسقت شغلك وعدتك مش مزبوطة أو خماتك مرصوصة رصة مش مزبوطة أو ادوات السلامة والصحة المهنية بتاعتك مش مزبوطة اللي هي اليونفورم بتاعك والسفت بتاعك والايه وكمان الخوزة بتاعتك كل شغلك مش مزبوط بكده انت تعتبر غير جدير بعد واحنا مش عايزين الكلام ده طبعا وبتتحول بقى تعملك برنامج علاج تاني وبتبدأ تشغل نفسك وتشغل الناس معاك تاني لو انت مش ماشي مزبوط بتبدأ الدنيا تتظبط معاك لو انت الدنيا كويسة وعارف ايه هي ادوات السلامة والصحة المهنية وايه هي كمان العدد والخمات المستخدمة بتاعتي في طبعا الوحدتين اللي انا درستهم في سنة اولى كل مخرج هتشتغل فيه لازم هنتكلم في الكلام دوت ولازم هنوضح الكلام ده لان الكلام ده مهم جدا 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 لو في حاجة مش مزبوطة فيه او حاجة مثلا انت موسقها بطريقة غير لائقة بادوات السلامة والصحة المهنية او صيانة العدد او لم العدة او تزبيط العدة بتاعتي يبقى كده بيبقى التوسيق غير مزبوط وغير جدير بعد للطالب اللي عمل كده طيب الحلقة اللي فاتت احنا اشتغلنا مع بعض العمود المربع والعمود المستطيل وعرفنا ازاي بنحطة العمود المربع والعمود المستطيل وكمان عملنا العمود الزاوية مع بعض عملي ويعرفنا ازاي بنحطة العمود الزاوية وازاي بنجيب الزاوية وازاي بنجلد العمود المربع والمستطيل والزاوية طيب على هذا السياق انا عندي جلدت العمود وعملت الحطات بتاعة العمود اللي هو اعتبر العمود الوسط اللي هو الزاوية المربع والمستطيل المربع والايه والمستطيل سواء في الدور الارضي او سواء في الدور الاعلى لو هو عمود وسط عادي مفيش مشكلة جسور في جسور وابدأ ازبط الشغل بتاعي طيب هندسة انا النهاردة عايز تعملي شغل جديد اه في حاجة جديدة وعمود تاني خالص غير العمود اللي انت اشتغلته ده بس هو هو نفس القطاع لما يقول لي عمود قطاعه خمسة وعشرين فاربعين هي هي لما يقول لي عمود وجهة وهي هي لما يقول لي عمود نصية عمود زاوية او هي هي لما يقول لي عمود ايه عمود وسط يبقى عندي القطاعات اللي موجودة في اللوحة مفيش مشكلة سواء مدهالي وسط او سواء مدهالي على ايه على وجهة زاوية او مستطيل او مربع او اي حاجة مدهالي على نصية او مدهالي على ايه وسط او مدهالي على وجهة مفيش اي مشكلة خالص طيب يا أستاذ ايه الاختلاف هنا الاختلاف في التحطيط بس انا باجي احطط العمود بتاعي لو هو وسط بحططه بحططه يعني او بشتغل فيه الشدة بتاعتي او التقفيصة الاول بعملها جسور في جسور ممكن اعملها لو اعملها كتير اعملها بياندات في بياندات او بياندات في جسور مفيش اي مشكلة اما العمود الوجهة بتاعي بعمله جسور في ايه في بياندات تحطيته بقى العمود اللي هو الوسط بحططه بنصف او ااخد المسافة بتاعتي من الاكس عادي خالص وابدأ اشتغل لان انا بيشتغل على الارض او على السقف فيش اي مشكلة اما العمود اللي هو الوجهة بقى اللي قلنا المرة اللي فاتت واكلمنا ونوهنا عنه المرة اللي فاتت وقلنا عمود الوجهة يعني عمود على شارع يعني مفيش عندي بلكونة او مفيش عندي سقف او مفيش انا بامشي دلوقتي في عندي تطيرة شوية بقامش شوية في الشارع او في مكان كده هابدأ اشتغل عليه في الشارع فمن هنا انا عايز اعرف العمود ده بابدأ اشتغله ازاي بص كده عندي شوف هو جايب لي ايه على الشاشة عندي بقول لي قم بتنفيذ الشدة الخشبية للعمود الموضح في الشكل العمود الموضح فين في الشكل بتاعي بصيلي كده على الشاشة كده حدثك اهي حلو مراعيا ايه بقى البنود الوردة فين في البطاقتين الواردتين بالايه بعد الرسم ايه هما البطاقتين وايه هما او ايه هو بعد الايه بعد الرسم البطاقتين اللي هو بيتكلم عليهم اللي هو البطاقتين اللي سعدتك فيهم المعايير اللي انت هتقدي عليها الشغل بتاعت اللي هو المعايير اللي انت هتقدي عليها شغلك في المهمة دي اللي هي العمود دوت بتاعت الشغلان اللي هتقديها لها معايير لها معايير من بداية من السلام والصحة المهنية وبداية بعد كده أدوات والخامات اللي انت اشتغلت بيها جهزتها ولا ما جهزتهاش جهزت العدد بتاعتك ولا لا جهزت الخامات بتاعتك ولا لا زي ما احنا شرحنا قبل كده طيب المعايير برضو وانا شغال عملت العمود ازاي عملته منين وزنته ازاي او وزنته فين والدنيا مشت ازاي معاك طب تعال كده هندسة نشوف التمرين بتاعنا بص على النموذج بتاعنا كده اللي هو العملي ده النموذج اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت بدأنا نشتغل فيه السنة المرة اللي فاتت او الحلقة اللي فاتت عملنا ايه عملنا جسور اول حاجة البيانضات السفلية بعد كده عملت بعد البيانضات السفلية ركبت الايه ركبت الجسور بتاعتنا اللي هي دي جسور يعني جسور عندي بتبقى طبعا عرضية وعندي عشان اشتغل الطابق العلوي بدأت اعمل الايه اعمل الاوايم بتاعتنا طيب يا استاذ وانا شغال كده لو جينا نبص لو جينا نبص كده المفروض ان انا عندي حاجة اسمها ايه عندي شارع انا بشتغل عليه هل وانا بركب الايم ده الاوايم دي وانا بركبها كده بركبها في الشارع ولا بركبها على السقف ولا بركبها فين انا عندي السقف بتاعي بيبقى ليه خط كده موجود عندي احنا طبعا ما عندناش سقف دلوقتي ولكن هارسم لك خط اهو وليكن هو ده الايه هو ده السقف مثلا في الجزء ده ظاهر عندي اهو هبدأ احاول اظهرولك على قد ما موضع البيانضة اللي انا حطتغلك دي او اللوح العرق الخشب اللي انا حطتغلك ده وليكن كده حلو كده طيب هندسة الجزء ده كده طبعا انت طيرت البيانضة دي في الشارع طيارة البيانضة دي فين في الشارع المسافة انا طيرتها في الشارع. طيرتها قد ايه? ايوة طيرت حوالي من خمسين لسبعين سنتي بحيث اقدر اشتغل عليهم. عشان اسبت عليهم مين? اسبت عليهم جسر اه عرضي زي كده. واعرف اشتغل. حلو كده? الجسر ده بيسبت لي المسافة دي او بيزبط لي المسافة بتاعت البيانضة دي من هنا. وعشان تبقى مسافة مع زبوطة من البيانضة التانية. طيب يا استاذ سبتنا الطابق السفلي كده من جسور وبيانضات من جسور وبيانضات. حلو وعرفنا ان المسافة دي مطيرة فين? مطيرة في الشارع حوالي ستين سبعين سنتي او خمسين سنتي اقل حاجة. كويس. طيب ليه هم انا عامل دول على اساس الصناعي ما يسبت الشدة بتاعته يقدر يقف من جوه ويسبت او لو حطي ايده او بتاع يقدر يشتغل ويسبت عليها كمان الايه? التطريحة بتاعته. طيب يا هندسة. بعد ما عمل الطابق السفلي. رجعنا عملنا مين? الطابق الاوايم الاول من خشب الايه? من خشب الفليري. والطابق السفلي اللي هو الجسور والبيانضات برضو من خشب الايه? الفليري. قطاعاته كام يا هندسة اللي هو العروق دي او الاوايم بتاعتي دي. وكمان الجسور بتاعتي الايه? بتاعتي والبيانضات بتاعتي. قطاعاته بيكون من خشب الفليري قطاعه تلاتة ونص او تلاتة في تلاتة بوصة في تلاتة بوصة يعني سبعة ونص في سبعة ونص. وكام اربعة فاربعة او خمسة فخمسة ماشي خمسة فخمسة بوصة واربعة فاربعة بوصة يعني سبعة ونص في سبعة ونص سنتي عشرة ونص عشرة فعشرة وكام اتنشر ونص في اتنشر ونص ده خطاعات الخشب اللي بستخدمه في التقفيصة بتاعتي زي ما حضرتك تشايف كده بالزبط طيب يا هندسة بعد ما عملت الطابق السفلي وعملت الاوايم بتاعتي بعمل الايم الاولاني وسبت له جسر والايم التاني وسبته على الجسر التاني طب القايم التالت ده هندسة انت سايبوا ليه من غير جسر كده اه الجسر هنا مش هينفع لان العمود ده هيجي في عند الايه عند الجسر دوت او هي الجسر ده لو حطيته هيقطع العمود من هنا حلو لكن انا حط بعد القايم هحط ايه في الشارع هحط حطة تانية وهوريها لك دلوقتي بس بعد ما نخلص التقفيصة بتاعت العمود ده تقفيصة العمود ده مهمة جدا دايما دايما شغلنا برا العماير وشغل المنشآت اللي برا اي دايما عندي الدوار كلها بيبقى فيه جار مش موجود اصلا ولا باني فبالتالي هاتطر استخدم له التقفيصة دي هندسة فتخلي بلك منها كويس جدا الشدة دي او التقفيصة يعني تخشيب الاعمدة العلوية بتاعتي للجران او للاماكن المفهاش بلكونات ولا فيها اسقف عندي عمود مش وسط عمود ده اه وجهة لازم تبقى بنفس الاسلوب ده فخلي بالك بعد اذنك واكتب الخطوات دي مهمة جدا طيب هندسة انا عملت الطابق السفلي من خشب الفليري والطابق العلوي من خشب الفليري الاواية من خشب الفليري بعمل الطابق العلوي بقى من خشب الفليري كمان وبالمسافة الموجودة عندي وسبت على كل ايه على كل ايم موجود دفضعه على اساس ان انا اعرف الطابق العلوي لو ركبت عليه او الصناعي اشتغل عليه او طلع عليه ما ينزلش او ما يهبطش مني ويقدر ان هو نستفيد من الشغلانة بتاعتنا اللي هي التقفيص والتقفيص احنا قلنا يعتبر يا جماعة عصب اللي ايه عصب الشغل بتاعه او وظروف الشغل او العظم اللي هو هارتكز عليه الهيكل الخرصاني بتاعه الهيكل اللي ايه الشدة بتاعه هيكل الشدة الهيكل العظمي ازاي الهيكل العظمي بتاع الانسان بالزبط اللي بعد كده هيجي بقى هحمل على مين على التقفيصة بتاعتي دي اللي هي العصب بتاعي دو او العروق الفليري بتاعتي دي فبالتالي لازم تكون موجودة عندي من خشب الفليري المتين وكمان متسبتة مظبوط ومتقوية مظبوط جدا طب بعد ما عملت العروق الفليري الاوايم كمان بتاعتي بابدأ اعمل مين اعمل النهيز بتاعي اللي هو كده بيمشي بطريقة ايه شطرانجية ورا بعضه كده اهو ادي نهيز اهو حلو هنبدأ نحاول نسبته مع بعض ماشي هندسة اهو حلو بعد كده انهيزة بتاعتي دي بتبقى بالطريقة اللي حددتك شايفها كده بالزبط بطريقة ايه شطرانجية ياجي على الناحية التانية نفس الكلام وياجي كده طبعا هنا واحد يقول لي يا استاذ انسبت نهيز هنا لا هنا ما ينفعش نهيز ليه يا هندسة ما ينفعش هنا نهيز لان انت هنا في الشارع انت هنا فين في الشارع ممكن تدي له نهيز عكسي مفيش مشكلة برا مفيش اي مشاكل المهم انا بخلص الانهيزة بتاعتي اهيه يمين وشمال مفيش اي مشاكل ولكن انا هشلهلك على اساس ان انت برضو تشوفها تشوف التقفيصة معايا واحنا شغالين في الايه في العمود بتاعي من الداخل طيب يا هندسة بعد ما عملنا التقفيصة اوناها بالانهزة بتاعتنا واشتغلنا عليها تمام التمام بقت شديدة وقوية وتمام التمام ابدأ احدد مين بقى عشان اشتغل على العمود بتاعي او اعمل العمود بتاعي ابدأ احدد هندسة الايه الارض بتاعتي اهي حلو وليكن عندي الارض بتاعتي او المكان اللي هشتغل علي هي حدود السقف حدود الايه حدود السقف بتاعي اشد خيط على حدود الايه? على حدود السقف وقم جايب ميزان الخيط بتاعي وقم منزله وجايب الحطة الاولانية بتاعتي اهه اه دي الحطة الاولانية بتكون برة في قلب الايه? في قلب الشارع برة الايه? العمود بتاعه وبره المنشأ الي هو برا السقف اللي موجود عندي بمسافة كام بمقدار اتنين سنت ونص يبقى انا سبتت الحطة دي الاولانية دي افين اول حاجة هسبت الحطة الاولانية طب يا استاذ احنا ليه ما نصفناش زي العمود المربع ما احنا قلنا قلنا ان انا هبدأ من هنا البداية بتاعتي مش الاكس الاكس بتاعي او المسافة بتاعتي بابدأ من هنا من اين من بداية المنشأ او بداية السقف بتاعي بحطت اول حطة اللي هي العرضية الطولية دي حلو كده حطتت الحطة اللي هي الطولية دي هندسة كويس ازاي بقى بقى اوزن المسافة بتاعتي من اخر العمود او من كعب العمود من تحت زي ما قلنا المرة اللي فاتت العمود بتاع الدور اللي تحتيها بقى اوزن العمود بتاعي من تحت وابدأ اثبت الايه اثبت الحطة دي وارجع كام اتنين سنت ونص او تخانة بنسميها احنا تخانة اللي هي مين تخانة الايه تخانة برافو عليك الخشب اللي تخانة بتاعي اهي اثبت ثبتنا الحطة بتاعتنا السفلية اللي هي بتبقى على الوجهة على طول وبنسيب من الوجهة اثنين سنت ونص اللي هم مين اللي هم برافو عليك اللي هي بتكون التجليد بتاعي قيمة التجليد بتاع ظهر الايه ظهر العمود اللي هنشوفه دلوقت ان شاء الله وهنشتغله مع بعض انا بحاول اظهرها لك تقريبا اهي ان شاء الله وهنبدأ بقى ايه بعد كده الخطوة اللي بعد كده رجالة هنعمل ايه بقى ها عايز الناس تتكلم معايا ايوه الحطة اللي عملتها تحت دي برافو عليك هبدأ اعمل فيها ايه هاوزنها فوق هاوزنها فين هاوزنها فوق وسبتها عشان يبقى انا اخلصت منين من شغلي اللي برا وابدأ اشتغل جوه بقى حلو طب اوزنها ازاي بالادة وميزان الايه وميزان المية او بالادة بس الاول اجيب معايا مين ايوه الحطة التانية اللي زيها اللي هتبقى منين من فوق اجيب الحطة وسبتها كده بص الحطة جاء فين عند الاية من اللي احنا سبتناها اللي انت ما عملتلوش ايه ما عملتلوش اه اه جسر لو عملتلو جسر هيخش جوه فين جوه مساحة العمود فمش هينفع بابدأ اوزن مين يا هندسة اهي من الناحية دي من الاول باوزن الحطة دي وقوم اعمل فيها ايه باقوم مسكها كده بعد الموزنها وقوم اعمل ايه ايوه مسبتها بالامطة برافع عليك مسبتها بالايه بالامطة بتاعتنا من خشب الموسكي برافو الناس صحية معايا تمام التمام من خشب الايه من خشب الموسكي الف النموذج بتاعي عشان اسبت الحطة منين من الناحية التانية طبعا الحطة ما بنخشب الموسكي فبتتسبت بالايه بالقومط بتاعتنا عشان مينفعش تسبت بالايه بالمسمار لان المسافة بتاعتها كبيرة خمسة سنتي فمش هتيجي معايا بالايه بالمسمار طيب هندسة كده عملنا الحطة السفلية والحطة وزننا عليها الحطة العلوية بتاعتنا كله شايف كده اهي جميل خدنا الحطة العلوية دي يعتبر كده وزننا طلعنا برا الشارع كده خلاص خدنا مسافتنا اللي احنا شغلين عليها على الشارع مفيش مشكلة عايز بقى اخش جوه عشان ابدأ اشتغل الشغل بتاعنا الايه المزبوط بجيب نفسي حطتين تاني يعني نفسي الشغل بتاعنا بجيب حطتين تاني حطة من تحت وحطة من فوق لهم مقاس دول باخد مقاسهم كام حد عارف يقول لي اه ملهمش مقاس ليه ملهمش مقاس دي بسميها حطة ايه حطة عيرة الحطة العيرة دي برافو عليك الناس صحية معايا الحطة العيرة دي ببدأ حطت عليها الحطة العرضية بتاعتنا حلو بسبتها في اي مكان بس بحس تكون مسافة تكفي ان انا اشتغل عليها الايه الحطة العرضية بتاعتنا بس بحس برضو انا عايز اخليها مزبوطة واوزنها الحطة العيرة دي اوزنها على الحطة الايه اللي تحت العلوية باوزنها على الحطة الايه اللي تحت العلوية وزناها ابدأ اسبتها بالايه بالمسمار لا بالقومة القومة الحديدية برافو عليك عايز الناس تصحى ماشي بسبتها بالايه بالقومة طب حد يقول لي الحطة دي من خشب ايه من خشب الايه الموسكي برافو الناس تمام كده كويس بنيجي بعد كده نجيب مين نجيب الحطات الايه العرضية باجي بعد كده اروح ماسك العمود بتاعي واروح جاي واخد المسافة بتاعتي على الاكسات بتاعتي الموجودة واخد قطاع الايه قطاع العمود اللي هو الطول بتاع العمود من الناحية دي كويس على الحطة بتاعتي خلاص انا بعدت بعيد الشرعة هو كويس اخد المسافة بتاعتي وقوم منصف كويس واجيب الحطة بتاعتي العرضية وابدأ اسبتها فين في المسافة المطلوبة بتاعتنا تمام اهيه واخد من الايه من الحطة الطولية بتاعتي دي من الحطة العرضية بتاعتي المسافة خدت مسافة الحطة العرضية الاولانية ابدأ با اخد منها من الاكس بتاعنا خدت كام نص المسافة بتاعت العمود اللي هو طول العمود ااجي من الناحية التانية اقوم واخد ايه واخد طول المسافة التانية او النص التاني من العمود بتاعي وقوم سبت الحطة الايه الحطة العرضية التانية طيب انا يا هندسة اما سبت الحطة العرضية التانية بتاعتي هبقى أسبتها من إيه أسبتها بإيه يعني إزاي بسبتها بالإيه برافو عليك بالأمطة ممتاز الناس صحية معي بسبتها بالإيه بالأمطة طيب يا هندسة بعد ما سبتت الحطة الطولية العرضية على الحطة الطولية والحطة العيرة اللي موجودة عندي هيبقى ناقص عندي الحطة حطة باب العمود مش هسبتها دلوقتي طبعا إلا فين إلا في الآخر لما سبت مين الحطة العرضية التانية العلوية تمام كده برافو عليك الناس صحية اصحى معي بعد إذنك شوية كويس اهي سبتناها بالإيه سبتناها بالأمط بتاعتنا طبعا لأنها من خشب الإيه من خشب الفليري طيب بعد كده ده جيب الإيه بعرف المسافة بتاعتي قدي إيه مسافة العمود بتاعي بشوفها قدي إيه زي ما ثبتنا الحطة السفلية اللي تحت اللي هي موجودة عندي بوزن عليها الحطة العلوية مهم جدا مهم جدا يعني مراحل الشغل بتاعتنا إن هي تكون مزبوطة مهم جدا مراحل الشغل بتاعتنا تكون مزبوطة وتكون أنت كتبها ومدونها عندك عشان تعرف تشتغل على أساسك ليه؟ لو ما كتبتش الخطوات دي طيب هتشتغل إزاي؟ مراحل الشغل دي مهم جدا زي كأنك رايح مشوار وحد بيوصف لك ساعتك المشوار فلو زبطت أنت مراحل شغلك وعملتي إيه الأول بعد ما عملنا الطابق السفلي عملنا الطابق العلوي وعملنا إيه بعد كده الأوايم قبل الطابق العلوي سبتنا عليه الطابق العلوي بعد كده عملنا الحطة اللي هي الخارجية اللي هي في الشارع اللي هي حطة طولية واخدنا منها مسافة العمود بتاعي ونصفنا وخدنا على الأكس بتاعي الحطة العرضية الأولينية ومن الحطة العرضية خدنا مسافة العمود الطول بتاعي العمود بتاعي حلو كده وصلنا كده وزننا بعد كده الطابق العلوي على الطابق السفلي بالإيه؟ بميزان الإيه؟ ميزان المية أو ميزان الخيط عادي خالص يبقى أنا بثبت بقى الحطة العرضية اهي بالايه بوزنها الاول طبعا من الاول بوزنها منين من الاخر برافو عليك تمام بوزنها منين من الاخر كويس طيب وزننا كده طبعا انا مجي اوزن لازم اوزن من الاول واوزن من الاخر ماوزنش من النص خالص ماوزنش اي شغل عندي من النص خالص شغلي اوزنه من الاول اي حط توزينها من الأول ووزينها منين من الآخر سواء باوزن بميزان الميدة وميزان المية أو سواء باوزن بميزان الخيط أرفع بعد كده تلت أجناب بتوعي بتوع ظهر باب العمود طيب يا أستاذ انت هناك قلتلي بسبت الجنب بتاعي مفيش مشكلة الظهر هنا برضو نفس الكلام هنسبت الظهر الأول احنا كده خرجنا من دايرة إيه بقى من دايرة إن أنا في الشارع أو برا الشارع خرجنا منها خلاص أبدأ أوزن إيه أوزن عندي الظهر كمان أعيد عليه وزن تاني وأنا بسبته لوح لوح يبقى طب عندي الظهر كام وليكن العمود بتاعي 25 في 25 أهو مزبوط أهو تمام رجلة الخمسة وعشرين دي يعني تلت تلواح كام تلت تلواح إيه عشرات برافو عليك تلت تلواح عشرات أهو ظهرت شوية عندك هاي سبت التلت تلواح عشرات بتوعي للظهر بتاعي لوح لوح وموزنين تحت كويس جدا هاي تمام يا هندسة حلو بعد كده بعد أما سبتت الظهر بتاعي بجيب الجنبين التانيين كام مش هو قولنا 25 في 25 طالما 25 في 25 طيب يا أستاذ انت سبتت الظهر ده تلت تلت تلات تلاتين صنطي وانت بتقول للعمود 25 في كام 25 في 25 التلتة الواحده اللي يا هندسة لو جم هتبص يتلاقي فيه 2.5 ستها يطيروا منهم في الجنب ده و 2.5 ستها يطيروا في الجنب ده نتيجة مين نتيجة الجنب اللي انت هتسبته دلوقتي حالا اللي هو لوحين 12.5 ستها هيدوني كام 25 برافو عليك اهو هنسبته دلوقتي مع بعض كويس طيب الجنب ده من خشب ايه هندسة ايوة من خشب اللتزانة خشب الايه اللتزانة او تيزانة خشب التيزانة او اللتزانة اهو ببدأ اسبته الجنب التاني الجنب التاني اللي هو باب اللي هو ضهر العمود بيكون قولنا 3 تلواح عشرات بيدوني بشيل منهم 2.5 ستها اللي هو قيمة السمك اللتزانة بتاعت الجنب وقيمة السمك اللتزانة بتاع الجنب التاني يبقى دي عندي كده كام يا هندسة برافو عليك عندي تدين الخمسة وعشرين صافي في النص هتديني الخمسة وعشرين صافي في النص هحاول اوريها لك اهي حلو تدتني قطاع العمود تقريبا مزبوط اهو بازن الله معك مزبوط جدا جدا اهو قطاع العمود بتاعي الخمسة وعشرين بتوعي مزبوطين اهو ماشي هندسة ادي التلت الواح عشرات وقادي لوحين اتناشر سنت ونص والوحين اتناشر سنت ونص الداني كام هندسة هيديني الاثناشر سنت ونص دول لوحين هيديني خمسة وعشرين واللوحين دول هيديني خمسة وعشرين هابدأ بعد كده ان انا دلوقتي اجيب مين اجيب اشتغل على ظهر الايه باب العمود باب العمود ده هندسة بقى زي ما عملناه في الحلقات اللي فاتت او في العمود اللي فاتت بقى اشتغله بعمل باب من 3 تلواح برا عادي خالص اجيبه وسبت له العوارض بتاعته اهي بسبت له عوارض كويس بحيث ان هو يركب ارفعه ويركب عادي بحيث ان الباب ده انا بركبه امتى ايوا بعد الحديد برافع عليك بعد الايه الحديد طب لو انا ركبته لوح لوح بعد الحديد ها هينفع لا مش هينفع لو ركبته لوح لوح هتبص تلاقي الباب عمال يروح ايه يروح ويجي منك مش هينفع فلازم اسبته عوارض زي كده اهي كويس والعوارض دي زي ما بسبتها كده بالزبط قدامك اهي العوارض دي بتتسبت طبعا من خشب الايه من خشب اللتزانة اهي من خشب اللتزانة بتتسبت عندي من خشب اللتزانة نفس خشب مين نفس خشب الجنب بالزبط بس بيبقى ممكن يكون فضلات اللي هي ربع لتزانة عادية حيث الصغير على قد الايه على قد الجنب بتاعي او تكون فضلات خشب فضلات خشب موجودة عندي من الكسر الصالح كسر الخشب الصالح بتاعي واسبتها منها عادي خالص بالمسمار لانها لتزانة فلتزانة يعني دي اتنين سنت ونص واثنين سنت ونص مسمار باصة ستة سنتي يخليها تمام التمام عندي وابدأ ارفعها ووديها فين يا هندسة ايوه ووديها فين في العمود بتاعي ايه واقفل بيها مين اقفل بيها باب العمود اهه افلت معايا كويس جدا لانها تلات تلواح عشرات نفس الايه نفس الظهر بتاعي فبتديني مسافة الظهر بتاعي وبتبدأ تبص تلاقي العمود بتاعك بقى مربع جدا جدا وممتاز جدا وقفل معاك قفلة تمام وزبط معاك زبطة مية المية اهي تمام يا هندسة وهاء اورهولك برضو على الشاشة اهي كويس ايدي عندي العمود زبط معايا هو واللواح بتاعتي طبعا عندي مزبوطة ده الشارع عملت ظهر العمود على الشارع وبعد كده خدت منه الجنبين دول الجنب ده والجنب ده وبحيث ان ظهر العمود ده يا جماعة يكون في منه شوية حوالي عشر اتناشر سنتي خمستاشر سنتي نازلين مطبعين على جنب الكاميرا او جنب الايه او جنب السقف اللي تحت العمود اللي تحت العمود لان انا فوق سقف كده بيكون في عشر سنتي مطبعين من تحت على ايه على جنب الكاميرا لتحت مطبعين يعني يعني لازقين جدا في الجنب بتاعي بحيث ما فيش خرصانة تنزل منها وتكون مزبوطة جدا اه كمان ماينفعش احط الجنب ده من فوق يبقى انا كده خأكلت من العمود بتاعي والعمود رحل لو حطيت الجنب ده من فوق السقف مش هينفع طبعا لازم اطبع على جنب الايه الكاميرا من ايه من كعب العمود اللي فوق اللي هو الكاميرا اللي فوق الايه اللي هي شايلة السقف او فوق العمود بتاعنا حلو اللي هو السفلي بعد كده اما سبتت الجنب اللي هو الخارجي اللي هو الظهر بتاعي سبت الضلعين التانيين اللي هو العرضيين اللي هم وخمسة وعشرين صافي لوحين اتنشر ونص بعد كده عملنا مين عملنا الباب بتاعي بالعوارض ورفعناه وسبتناه طب ايه الخطوة اللي بعد كده طبعا الحمد لله طالع يعني شكله العمود شكله ممتاز جدا وجميل ونبدأ بعد كده نأول ايه نأول عمود طب تأول عمود ده ازاي هندسة تأوية العمود ده بتكون لها كذا طريقة الطريقة الاولانية بيدي هو احنا بنقول بنعملها يعني خشب مسكي في خشب مسكي خشب طولي مسكي في خشب عرض ايه عرض مسكي طب الحزام عمتا بيكون كل قد ايه الحزام ده باش مهندس لازم يكون بمسافة لا تقل لا تزيد عن خمسين سنتي هو فيدته ايه فيدته بيحصر الاول قطاع العمود زيه زي الحطة ولكن هو هنا العامل الرئيسي بتاعه يعمل على تقوية ومتانة بدن العمود يعمل على تقوية ومتانة ايه بدن العمود جسم العمود ده بيكون طبعا الحطة مسكة من تحت والحطة مسكة من فوق طب الباقي الباقي اللي بين الاثنين متر اللي باقيين دول او المية وتامانين سنتي اللي باقيين دول هاعمل فيهم ايه اصب خرصانة هيفرتك العمود بتاعي او هينفجر لايه جوانب العمود هتنفجر طيب في الحالة دي احزم العمود كزحزام بحيث المسافة اللي بين الحطة والحطة اوزحها بطريقة متساوية واكتر حاجة تكون تحت ممكن ازود اقل المسافات من ايه من كعب العمود من تحت وزود المسافة فوق ما فيش مشكلة لان ضغط الخرصانة ما بتكون جمدة جدا عندي ووريها لك على الشاشة دلوقتي حالا بس بعد من ايه نتكلم فيها ونشرحها مع بعض باستفادة تمام فاولا الحزام عندي من خشب ايه المسكي والخشب المسكي قطاع اتنين في كام في اربعة بوصة واثنين في خمسة بوصة كويس يعني خمسة سنتي في عشرة وخمسة سنتي في اتناشر طيب اه استاذ ده من خشب المسكي هل ينفع استخدمه من خشب تاني لتزنى مثلا لا لتزنى هيبقى ضعيف طيب خشب الفليري اه خشب الفليري ينفع معايا مفيش مشكلة في حالة ان انا الاعمدة عندي بتكون كبيرة شوية باستخدم لها عرق فليري بيكون شديد شوية عندي عرق فليري طولي وعرق فليري عرضي او قطعة من المسكي عرضي مفيش مشكلة امسكها مع بعضها مع العرق الفليري بالقومة مفيش مشاكل برة هتبص تلاقي في السوق شغال ايه بقى شغال بيجيب لك بدن العمود من الطويل البدن الطويل او الجنب الطويل بتاعي اللي هو في الطول بيلزق فيه او بيصمر فيه ايه عرقين فليري عرقين مع بعض النحيا دي وعرقين النحيا دي لو العمود كبير لو العمود صغير شوية بيديلوا عرق واحد من النحيا دي وعرق واحد من اين من النحيا دي ده بتبقى ايه بنفس الايه الطريقة اللي انا هوريها لك دي بالزبط على الشدة بتاعتنا بيديلوا الايه العرق كده اهو وعرق جاي من ناحية التانية كده عرق كده وعرق ايه وصد منه كده كويس اهو ماجي ويجي يقوم مسكهم من بره بايه هندسة من الناحيا دي من الناحيا العرض بقى من هناك بايه بحتة لتزانة ماشي من هناك وحتة لتزانة من الناحية التانية كويس بحيس ان هو يضغط الاول العرقين دول مع بعض بايه بأمطة من هناك وأمطة من هنا بعد ما يضغطهم مع بعض بأمطة من هناك وأمطة من هنا المفروض ان الأمطة دي اثناء الصب ما تتشلش خالص اثناء الصب ما تتشلش خالص حتى لو انا شلتها وضغطت بيها وسمرت الحتة لتظنة اللي فوق ما ابدأ ان انا يعني لو فكتها اراعي الموضوع ده اثناء ليه اثناء الصب ان الامطة ما تتشلش او الامطة دي تكون متركبة طب فيه صناعي بيفكها عشان ما عندوش قمة كفاية يعمل ايه الاستاذ دوت او البش مهندس بقى لما يلاقي الدنيا كده يرجع المهندس المشرف بتاع او الاخ المشرف بتاع المشروع او المنشأ بتاعي قبل اما العمود يتصب يقول للفرماجي ما تصبش العمود الا اذا كان الامطة بتاعته ايه كاملة الامطة بتاعته كاملة من فوق لغاية ايه لغاية تحت بتاعت الحزام بالزيت اهم حاجة لايه الحزام والحزام يا جماعة من تحت كده لازم مسافة بتاعته من 20 ل30 سنتي ما تزيدش عن كده ليه من تحت لان اخصاب الخرصانة بيكون فين بيكون من فوق كده بيكون الارتكاس كله فين تحت لان ضغط الخرصانة بيبقى بيأثر على كعب العمود من تحت وبيبدأ ايه كمان كتر الخرصانة او كل ما تملى الخرصانة تبدأ تلاقي الايه العمود من تحت هينفجر او او هيتفتح الايه الجنب بتاعي ولو اتفتح هتبقى مشكلة طيب هندسة انا عندي بقى اثناء الصب العمود ده لازم يكون يئمة الايه يئمة العمود بتاعي الالواح متساوية كده يئمة في لوح اسمه لوح ايه برضو زي ما قلنا المرة اللي فات في الاعمدة الاعمود الزاوية اه في الحصة اللي فاتت او في الحلقة اللي فاتت ان انا لازم يكون في لوح عندي ناقص شوية لو الالواح دي ايه يئمة الالواح كلها متساوية زي كده ومضبوطة على قد العمود بالزبط بحيث لما ييجي الفرماج يصب العمود بتاعه يبقى ايه يزبط على الالواح بتاعته يعني العمود ارتفاعه اثنين متر ونص يبقى الالواح كلها اثنين متر ونص طيب يا استاذ لو الالواح عندي مش عايز اهضر فيها ولا اقطع ولا عندي الواح بالارتفاع دوت اعمل ايه اه اقوم عامل لوح واحد اسمه لوح مقاس واللوح كلها مطيارة لفوق مفيش مشكلة ولكن عندي اللوح الواحد ده يبقى مظبوط جدا جدا حتى لو جه الفرماج يصب يبقى الخرصانة تقع منه ما يخلهوش يزود الخرصانة في العمود طب ليه ايه مشكلة الخرصانة لو زادت في العمود يا هندسة مشكلة الخرصانة لو زادت في العمود اكتر من مشكلة الخرصانة لو قلت في العمود لو قلت الخرصانة في العمود بتعمل ايه هاجي وانا بعمل السقف هديها لوح وازبطها وانا اعمله رقبة عمود وخلاص فيش مشكلة يعني هصبه من جديد مع صب الكمر فيش اي مشكلة او صب السقف طيب هنا العمود زادت خرصانته 10 سنتي مثلا هنا بضطر المشكلة الاكبر بقى ان انا بكسر الخرصانة الزيادة دي طب يا عم منسيب الخرصانة الزيادة ايه المشكلة يعني هي فيها ايه ما تخل الخرصانة الزيادة دي هي هتعمل عندنا ايه ولا هتأثر عندنا بايه لا هتأثر الكاميرا عندي 40 سنتي لو نسبت العشرة سنتي بتاع العمود اللي هي الزيادة السيخ هيجي عند العشرة سنتي ويعمل ايه وهيبقى مرتفع عشرة سنتي السيخ نفسه بتاع الكاميرا بتاع قاع الكاميرا او السيخ السفلي للكاميرا هيبقى مرتفع كام عشرة سنتي طب لما السيخ يا استاذ يرتفع عشرة سنتي عن العمود نفسه اهي يعني اتفع السيخ 10 سنطي مع العمود مع ارتفاع العمود والسقف بتاعي الكاميرا كانت 40 يبقى في الحالة دي لو سويت السقف بالمنسوب اللي انا عايزه يبقى الكاميرا دي مش تبقى 40 لان الكاميرا بداية من السيخ السفلي بداية منين؟ من السيخ السفلي ومهم جدا تفهم الكلام ده لان الخرصانة اللي هتبقى في الكاميرا دي من تحت السيخ ملهاش لازمة الكاميرا دي بقت 30 سنطي للسيخ السفلي بقى اترفع عندي كم اترفع عشرة سنتي فمن هنا الكاميرا دي ضعفت وبقت تلاتين سنتي ما بقتش ايه لكن انت شايفها خرصانة هتبقى مسبوبة عندي كم هتبقى مسبوبة اربعين لكن هنا طالما اترفع مع العمود السيخ بتاعي اترفع مع العمود مع العشرة سنتي الارتفاع دول يبقى كده الكاميرا هتبدأ تضعف والسيخ بتاعي هيبدأ يضعف معايا والكاميرا كده مش هتنفع او همش هتدي نفس الايه نفس الغرض مع العلم ان انت شايفها ايه من بره ظهرة كويس طيب يا والستاذ ايه علاجه بقى علاجه انه هو يتكسر وتكسير في العمود بتاعي ممكن يتلت العمود لان انا بكون عامل العمود يعني ايه يعني جديد طب افرض جت لقيت المشكلة دي حصل عندك تعمل ايه خلي النجار يشتغل عادي خالص ويبدأ يطبق السقف بتاعه لو كان سقف هردي مثلا ويبدأ يحزم العمود بتاعه ويمسكه كويس جدا في الشدة الخشبية بتاعتك حلو ويبدأ بقى من فوق بعد ما تحزم العمود وتمسكه كويس جدا والشدة تكون كويسة جدا ومتينة ابدأ قصر بقى ايه الطربوش اللي الزيادة اللي فوق اللي عندك ده وحدة وحدة بحيث ان انت تجيب له واحد نحات كويس يبدأ يشيله لان اي تأثير فيه او اي هزة في العمود بالتالت للعمود بتاعك بحيث ان العمود بيبقى مظبوط بقى له كام يوم ما بيكونش لح يجف عندي تمام يا رجالة ماشي هندسة فلازم ناخد كل الحاجات دي في الاعتبار كده انا عرفت ازاي انا بشتغل عندي وازاي اشتغل الشدة بتاعتي وازاي اجلد العمود بتاعي واجلده امتى وابدأ ان انا الاخشاب بتاعتي تكون زيادة امتى وليلة امتى ولو هي كده اعليجها ازاي وكمان حزام العمود بابدأ ازبطه ازاي طب تيجي نبص كده نشوف وجاب لنا ايه تاني اهو ادي الشدة الخشبية اهي على الشاشة زي ما احنا حضرتك اه شرحناها وشفناها وكمان جايبها لي مجسامة تمام على الشاشة عندي اهي ماشي هندسة خليك معايا كده على الشاشة الاول بعد اذنك هنا لو بصينا على الشاشة هللاقي العمود بتاعي عندي انت كراجل دلوقتي هتستلمه من الايه من النجار بتاعي لو جبنا حضرتك الشاشة بعد اذنك الاول انت راجل هتستلم العمود بتاعك من النجار العمود اللي هتستلمه من النجار ده لو جبنا الشاشة او بصينا على الشاشة بتاعتنا هللاقي ايه هللاقي ان النجار ده النجار ده شغال عندي وبعد ما خلص انت كراجل مهندس دلوقتي او راجل مشرف هتستلم منه الشغل بتاعك طيب وانت بتستلم هتقوله ايه هنا يعني نفس الاسلوب او نفس النمط اللي انت شايفه على الشاشة ده ده اللي هتتكلم بيه مع مين مع النجار قوله اطلع يا باش مهندس او اطلع يا يسطى فوق على البرميل زي ما هو شايف كده واعمل لي حاجة تطرد الايه تطرد الميزان لبرا بمسافة معينة واسل المسافة دي يقول لك مثلا هيسبت لك حاجة على العمود عندك هي من اعلى العمود خالص وهو فوق بيسبت لك حاجة اسمها ساري او حاجة اسمها عروسة ويبدأ يعمل لك فيها مسمار على مسافة من بدن العمود مزبوطة على مسافة من بدن العمود ويبدأ يقول لك المسافة دي كام يا استاذ كذا ويربط فيها الميزان بتاعه او خيط وفيه تقل جامد جدا وتقيل من تحت حلو هيقول لك المسافة دي مثلا وليكن عشرين سانتي او تلاتين سانتي تاخد انت تقوله تفضل انزل تحت طب ليه هقوله تفضل انزل لانا لو خدت بكلامه وفيه مشكلة في الحطات بتاعته والعمود بتاعه وليكن مايل مثلا هيقوم يطرد لك من فوق بصباع وانت مش هتاخد بالك هيطرد الايه الميزان بتاعه او يطرد الخط بتاعه ويبدأ يقول لك على مسافات مش مزبوطة طيب في الحالة دي هو هيعمل ايه عشان انت منزلتوش هيضطر هو اللي يقيس بالمتر من فوق كام دي اصطى هتقوله ايه هيقول لك المسافة دي هي زي ما قلتلك تلاتين سانتي طيب خدها اسها انت من تحت هتقيس انت من تحت وما تقسش من فوق ده كلام هيبقى مش مزبوط ليه لو هي مش مزبوطة هيطرد هالك بصباعه من فوق عشان تبقى مزبوطة معاك هتقول له الله ينور يبقى انت كده شغال مش مزبوط طيب ايه الصح اللي انت المفوت تعمله هتنزل الراجل ده وتطلع حضرتك تاخد مسافة من تحت شوية وتبدأ حتى تقيس المسافات كلها من فوق لغاية ايه كل متر او كل سبعين سانتي تقيس مقاس لغاية اما توصل تحت تلاقي المسافة عندي مزبوط طيب لو في خلل في مقاس من المسافات اللي عند دي يبقى اذا هنا العمود في ايه في مشكلة ومايل طيب هندس نشوف ايه اللي بعد كده اهيه شفت مزبطها لك ازاي متزبطها ازاي اللي فوق بيقولك ده مقاس النجار هو قاس وقالك على المقاس ده اهو اللي تحت كده مقاس حضرتك اللي هو البش مهندس اللي انت بتاخد المقاس بتاعك اهو على بدن العمود ومن تحت نفس القصة انت بتاخد مقاسات تانية من تحت مقاس واثنين وثلاثة زي ما انت ايه زي ما انت عايز كويس تعال نخش نشوف هنا بيعمل ايه اهو بيقول لي هنا لاحظ انه بيقيس الايه الرجل ده بيقيس من استوانة الايه من استوانة الميزان ده طبعا مقاس غلط مية في المية انا رابط الميزان فوق او الخيط بتاعي رابطه فوق حلو كده رابطه على ايه على مسمار والمسمار ده بقيس من المسمار يعني بقيس من خيط الميزان طب خيط الميزان ده متسبت فين في الحديدة او الاستوانة بتاعت الميزان متسبت في نص الميزان او في محور الميزان او محور الحديدة اللي هي الاستوانة اللي هو بيقيس منها دي طب أنا لو قست من الاستوانة يبقى في المسافة اللي فاضية بتاعت أو في مسافة نقصة عندي اللي هي مسافة محور الخيط أو محور الميزان لبدن الايه لبدن الاستوانة بتاعتي اللي هي حوالي تقريبا بتبقى تقريبا اتنين سنتي ونص تقريبا يبقى أنا كده هقلل المسافة كام اتنين سنتي ونص طب ايه الصح هنا هندسة الصح ان أنا ققيس المسافة من بدن العمود من للخيط ومن بدن العمود من فوق من البدن العمود للخيط برضو ومن كل المسافات اللي أنا باخدها وبقسها من بدن العمود للخيط بس ما قسش أكتر من كده من بدن العمود طب إيه هو التقل اللي تحت بتاع الميزان ما هو إلا بس بيعمل لي انفراد وقوة للخيط بتاعي بحيث إنه هو الخيط ما يلبش طب أنا لو عندي الخيط بتاعي أو الميزان بتاعي ده بيتحرك وبيلب معايا ماينفعش اشتغل لازم اهديه الاول لازم امسك الخيط الميزان الاول وهديه وسبته تماما طب لو فيه هوا شغال ماينفعش تقيس تهدى شوية او تصبر شوية لما الهوا ده يعني يهدى شوية والميزان يثبت تماما وإلا لو تحرك معاك سنتي او اتنين او تلاتة يبقى العمود هيطلع معاك مش مزبوط وممكن انت تقول امين او ما تعرفش اصلا تاخد مسافاتك المزبوط طيب نشوف الصورة اللي بعد كده اه بيقول لي هنا وانت بتعمل الاعمدة بتاعتك اللي على الوجهة او في اي مكان في المنشأ بتاعي بتجيب اللوحة بتاعتك وتبدأ تحطط الاعمدة بس تاخد الخط الطولي او الاكس الطولي والاكس الايه والاكس العرضي بس بحيث يكون الزاوية قايمة وكمان التحطيط الاولانية اللي هو عامل عليها الدائرة الاولانية على اليمين دي بص محطوطة مزبوطة بين الايه بين الاكسين بالزابط الطولي من فوق والعرضي من الايه من الناحية اليمين اهي والحطة جاية مزبوطة طيب لو من قدام في الاكس الايه الطولي ده مش مزبوطة هتحصل ايه هتلاقي العمود برة الاكس بتاعي فمش هتبقى الايه الاكس بتاعي مش مزبوط تعال بص عليها هتلاقيها واضحة عندك في الصورة التانية لو بصيت كده هتلاقي اللي على اليمين الخط مزبوط جدا جدا على الحطة اهو ومجلد العمود مزبوط معايا اما هناك الخط جاي في نص الحطة الخط طاعن معايا اسمه ايه الخط كده طاعن طاعن يعني سايب المسافة المزبوطة بتاعته ورجع مكان غير المكان بتاعه يا اما حاجة رداه لورا يا اما انت مسبت او النجار مسبت الحطة بالغلط حلو كده فمن هنا لازم اشوف علاجها ايه وابدأ ادويه وابدأ ايه ادويه مع مين مع النجار طيب يا هندسة عندي شدة تاني يعني الشدة دي شاعة جدا جدا في مصر عندنا اسمها الشدة السوري الشدة السوري دي هندسة بيبدأ يعمل لها تحطيت من تحت على السقف بتاعي ويبدأ ان هو يعمل فيها ايه يحطت ياخد الاماكن او اركان العمود بتاعه عادي خالص على السقف ويبدأ يدقها بمسمار يدق الحطة بتاعته على السقف مزبوطة جدا جدا بمسمار ايه بس بتكون فيها زيادة خمسة سنتي من الجميع الايه من جميع اللجناب جميل طيب يا هندسة ويبدأ يعمل يبقى يبدأ يسبت الواح اللي تزانة ليتجليد بدن العمود في الايه في الحطة اللي هو سبتها بالمسمار على السقف او المسمار الصلب على السقف ويبدأ يمسكها بقى ساري زي كده وبيسموه شكال ويسبت للشكال ده حاجة من بعيد على السقف زي ما حضرتك شايف كده اهي باين عندنا اهي في الشدل او الصورة التانية اهي يسبتها فين في الارض من تحت ويحفر لها ويدقر الساري ده اللي هو الشكال ده بيسموه برا شكال واحنا بنسميه في المدرسة نهيز طيب يا هندسة الشد السوري دي ليها نظام في الشغل اهي بص الشد السوري بيبدأ بقى يقويها في بشكالات في الارض زي ما حضرتك شفتها في الاول بعد كده بيبدأ يحزمها لان ما بيكونش والاعتماد الرئيسي بتاعي عندي بيكون هي الايه الاحزمة بتاعتي طيب الاحزمة بتاعتي دي لازم تكون متزبطة كويس جدا جدا ومن تحت كده لو قليت في الاحزمة بتاعتك بتبدأ تعمل ايه بتبدأ تفتح العمود بتاعي من تحت طيب اعمل ايه هنا ازود الاحزمة بتاعتي من فوق من تحت هنا وممكن تقل شوية من فوق لكن ما استغناش عنها لكن ايه ما استغناش عن الاحزمة دي زي ما قلنا في الاول طب لو هي قلت وانا شفت النجار عاملها قليلة من تحت ومزود فوق ده غلط اقول له اعكس الكلام ده وابدأ زود من تحت وابدأ ان انت شغل نفسك عشان لما نيجي نصب الخرصانة من فوق والعمود يبقى التأثير الجامد عيب عليه من تحت يبقى كده ايه الحزام بتاعي مزبوط وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وانا كنت سعيد معاكم محمود لطفي يزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته